بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة زراع في مصر واسعار الخضار متابعينا زي ما عودونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لان اللايك بيرفع الفيديو يخلي غيرك يستفيد ويعرف الاسعار ولو في اي متابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يعني لو محتموا بالمحتوى وحابب تعرف الاسعار يوم بيوم في الفيديو ده جماعة هنتعرف على عاملين اساسيين من المتوقع ان هما يخلوا اسعار الطماطم تنخفض بعد الليل ان شاء الله يعني طيب ايه هما العاملين الرئاسين دول اول عامل ان خلاص اه شهر رمضان خلص يعني شهر رمضان الناس كانت بالسهل الخضار كتير عزمات على السلطات على ما اعرفش ايه الحاجات دي كلها فهو شهر الخير طبعا فالناس كانت بتستهلك في استهلاك كتير طبعا زي ما انتو عارفين وده كان يعني كان مخلي اسعار الطماطم مرتفعة فالاستهلاك ده هيقل فسعر الطماطم من المتوقع ان شاء الله انه هو هينخفض جدا طيب ده كان اول عامل طيب العامل التاني وده العامل يعتبر العامل الرئيسي لانخفاض اسعار الطماطم بعد العيد طيب ايه هو الصور اللي انتو شايفينها قدامكو ديه تمام ديه العروة الجديدة للطماطم لما كنا بنقول ان فيه فرق العروة تمام كانت العروة دي لسه يعني ما عملتش صمر زي ما انتو شايفين قدامكو كده الانتاج لسه ما كانش فيه طيب هي انتاجت دلوقتي تمام الانتاج خلاص ابتدى ان هو يعني كمان شوية بازن الله هيبتدي يجمعوه يعني هو الحد الان فيه فرق العروة يعني العروة القديمة لسه الشاغلين بيطلعوا منها العروة الجديدة دي اللي هي انتو شايفينها قدامكو ديه اول ما يبتدي الانتاج منها هتلاقي ان شاء الله انخفاض اسعار الطماطم هيرجع ان شاء الله الطماطم هيرجع الكيلو بخمسة وهترجع ان شاء الله تلاتة بعشرة زي الاول واحسن كمان باذن الله احنا عايزين الاسعار تكون فيه متناوة للجميع للمستهلك وعايزين برضو الاسعار تكون مناسبة للفلاح والمزارع لان هو الفلاح والمزارع برضو بيصرف على الارض مصاريف جمده طبعا زي ما انتو عارفين يعني التقاوي كل حاجة غالية تقاوي غالية المبيدات غالية الغزا والرش والكلام ده كله والعمال والاجار يعني كل حاجة بتبقى برضو غالية فاحنا مش عايزين خسائر برضو للمزارع وعايزين برضو في نفس الوقت الاسعار تكون في متناول الجميع للمستهلك اتمنى لكم دوام الصحة والعافية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة